حساب صاحب الأحبار تم إنشاؤه في قطر بالنظر إلى مرتكب بحق البحرين من إرهاب وتخريب وتحريض من منطلق ذلك الاعتقاد الاعتقاد الذي كشفته الحقائق وسمته الأدلة بالاعتقاد الخاطئ أما أصحاب هذا الاعتقاد فسموه حينها الجمهورية الإسلامية التابعة لولي الفقه وللوصول إلى معتقد خاطئ كهذا كان لابد من التخطيط والتحريض وهنا تطوعت قطر وتبنت معتقد الجمهورية سعيا لقلب نظام الحكم الشرعي في البحرين وكان للدوحة في التخطيط رأس مدبرة وفي التحريض خلية والأدلة على ذلك تأتي تباعا كان آخرها ذلك الدليل القاطع الذي كشف تورط النظام القطري في إشعال الشرارة الأولى لأحداث البحرين المؤسفة عام 2011 وأظهر الدليل أن حساب صاحب الأحبار حساب تم إنشاؤه في قطر وهو أول حساب يدعو إلى تحديد يوم ومكان للتظاهر في البحرين إبان أحداث فبراير 2011 فكان الشرارة الأولى هذا الحساب تمكن صاحبه من التخفي وراء الاسم المستعر لكن استحال عليه إخفاء مصدره فبعد التتبع تمكنت أجهزة البحث والتحري والأمن الإلكترونية البحرينية من التوصل للموقع الجغرافي الذي يستقر فيه صاحب الأحبار إذ تبين من خلال عنوان بروتوكول الإنترنت أو ما يعرف بالآي بي تبين أن الحساب تم إنشاؤه في قطر الآي بي هو العنوان أو المعرف الرقمي لأي جهاز متصل بشبكة معلوماتية وهو عنوان رقمي متفرد لا يمكن أن يتكرر على شبكة الانترنت وبمجرد الحصول عليه تستطيع الأجهزة الأمنية تحديد مزود الخدمة الخاص به بالتالي تتمكن من الوصول إلى موقعه الجغرافي هكذا تمكنت أجهزة الأمن الإلكترونية البحرينية من التعرف على موقع حساب صاحب الأحبار وغيره من الحسابات المحرضة على العنف في البحرين أسماء مختلفة مصدرها قطر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة